في وقت قريب كان منتجع بابل السياحي عج بحركة الوافدين فهو الملاذو الوحيد والمتنفس لسكان الحلة لكنه اليوم يخلو من الزائرين مواطنون تحدثوا عن ما اسموه تجديد الرقابة من قبل المسؤولين على المنتجع ومنع دخول الشباب بصحبة الفتيات ديش الفترة ايجينا عنه اخويا هنالا نتغدة قالولي من الباب قالولي سيت هويتش قلت لهم ما اطلحا قالولي عدمت دخلين احنا ما نعرف هذا اخوك صديقي ما ندري يعني اللي يجي مثلا هو وصديقته هو وزوجته هم نفس الشي بس ما يصير هيتش مضايقات موجودة من قبل المقيمين هنا يعني الحالة الامنية انه ما يخلوا مثلا الشاب او شاب يتمشون براحتهم ما ياخذون حريتهم الشخصية فتلقى وراء كل شاب او شاب نفر نفرين اذا مو هو يمشي وراءهم فعينه عليهم التعليمات التي رصدتها كاميرا الحرة في باب المنتجع والتي تمنع دخول الشباب الذين يرتدون ملابس منافية للذوق العام واثبات صلة القرابة بين الفتيات والشباب تؤكد على ما يبدو صحة ما ذهب اليه المواطنون اما صاحب هذا المطعم الذي بدى خاليا من الزبائن فارجع سبب خلو مطعمه الى هذه التصرفات قامت تعزف الناس بالمجيء للمنتجع لانه سياحة شبه ماتت بالمنتجع بسبب الاجراءات الروتينية وبسبب التعقيدات الباب انت وين رايح وين جاي هاي شا صار منك هريد الجنسية مطابقة الجناسي اكو المنا يسمون بالامن الذاتي يقومون بملاحقة هذه العوائل مدير المنتجع اكد للحرة ان المجتمع البابلي مجتمع محافظ وان الادارة تسجلت بعض الحالات السلبية التي استدعت اللجوة الى هذه الاجراءات للحد منها مندقق على بعض الجوانب اللي جنابك شفتها هناك وشرحوا الكيها هي مسألة تصطحب شاب يعني صارت عدنا مشاكل مشاكل صارت عدنا ومشاكل يعني مؤثرة جدا فاضطرينا يعني نستعمل هذا يعني نزمنا حالات لا اخلاقية داخل المنتجة وحنا كمجتمع حالي يعني هاي لا عرفنا ولا ديننا ولا اخلاقنا تسمحنا بهذا مسؤول حكومي رفيع المستوى اكد ان الحكومة لم تضع اية تعليمات لمضايقة الحريات وان سبب هذه التصرفات يعود الى عدم وجود ادارة سياحية في المنتجة مؤكدا ان لا احد يمتلك صلاحية التضييق على الحريات للأسف يعني منتجة بابل يدار من قبل مؤسسة غير سياحية يعني هذه جزء من الارباك الحاصل لا توجد تعليمات باسم تعليمات صادرة من الحكومة المحلية لمضايقة الناس او الحد من حرياتهم ولا اعتقد ان هناك شخص يملك الحق في مضايقة الناس يمثل هذا المنتجع المتنفس الوحيد لسكان المحافظة الا ان الكثير من الشباب عزفوا من المجيء الى هنا بسبب تجديد الرقابة والتدخل في الحريات الشخصية من قبل ادارة المنتجع وثمت من يتسائل ان كانوا لحماية المكان ام شرطة للاداب من داخل منتج عبابل السياحي ميثم شباني الحرة